بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تحدثنا في الحلقة الماضية عن أن المقصود بالثقافة الإسلامية هي مجموعة القيم والمبادئ التي أرساها القرآن الكريم وبيّنها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعده بيّنها الأوصياء له عليه الصلاة والسلام وذكرنا أنه يجب التمييز بين الثقافة الإسلامية الأصيلة وبين عادات الشعوب المسلمة هناك بعض العادات البعض يتصورها أنها من صميم الدين ولكن إذا تجرد من الأجواء التي يعيشها وفكر بموضوعية حول تلك العادات قد يجد أن بعضا من تلك العادات جذورها مأخوذة من الدين وقد يجد أن بعض تلك العادات هذه العادات وإن لم تكن مأخوذة من الدين ولكن لا تعارض الدين وقد يجد أن بعضا من تلك العادات تتعارض مع الدين الحنيف فحينئذن إذا وجد أن بعضا من تلك العادات تتعارض مع المبادئ الإسلامية الأصيلة هذا تجرد يسوقه إلى كشف الحقيقة ومن ثم ترك تلك العادات التي تتعارض مع الدين الحنيف مثلا في هذه الأيام قرأنا كثيرا عن أن بعض الأشخاص في بعض الدول الإسلامية يرفعون دعوة ضد أصهارهم باعتبار عدم تكافؤ النسب وبعض المحاكم في بعض الدول الإسلامية أصدرت قرارا بإبطال الزواج بين الرجل والمرأة أو إجبار الزوج على الطلاق أو فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب نحن حينما نأتي إلى هذا المثال وإلى هذه القضية ونتجرد عن الأجواء الاجتماعية التي نعيشها وبعض تلك الأجواء من أثر الجاهلية نجد أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف لماذا؟ لأن الإسلام اعتبر الناس سواسية كأسنان المشط والرسول صلى الله عليه وآله يقول لا فضل لعربيين على أعجمي إلا بالتقوى الإسلام يوجب تكافؤ يوجب التكافؤ بين الزوجين إذا كانا مسلمين أما أن يكون الزوج من قبيلة هي أعلى نسبا من تلك القبيلة الأخرى فهذا الأمر من العادات الجاهلية البائدة ولكن هذه العادات الجاهلية مستمرة فهذا القاضي مثلا الذي مثلا المفروض يعتبر مطبقا للدين والشريعة نجده في حكمه بالتفريق بين الزوجين تأثر بعادة جاهلية وتصورها من الإسلام في حين أنه كما ذكرنا الإسلام الكفاءة في النسب وكون الزوج كفأا أن يكون مسلما ولذا يشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله في القضية المعروفة الذلفاء وجويبر جويبر كان رجلا فقيرا أسود والذلفاء كانت من أشراف الأنصار الأنصار فزوج الزلفاء من جويبر في قضية مفصلة أرسل جويبر خاطبا فقال جويبر لرسول الله صلى الله عليه وآله أنا رجل ما معنى كلامه دميم أسود لا أمتلك من المال ونسبي ليس برفيع وفلان من أشراف الأنصار لكن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسله والذلفاء قبلت هذا الزواج لماذا؟ لأن المسلم كفأ المسلمة حتى إذا كان من قبيلتين وكانت من قبيلة أعلى مرتبة أو وجاهة في المجتمع القاضي الذي هو من المفروض عليه أن يطبق حكم الإسلام يحكم بالتفريق بين الزوجين لماذا؟ لأنه خلط بين عادة جاهلية سارية في المجتمع وبين المبادئ الإسلامية الإسلام جاء ضد العنصرية ضد التعصب الإسلام جاء لكي يكون الناس سواسية كأسنان المشد فبناء على ذلك هذا الخلط بين عادات مجتمعه وبين الحكم الشرعي أدى به إلى هذا الأمر الذي هو خلاف أساسيات الإسلام طبعا هناك أيضا بعض الشعوب المسلمة لهم بعض العادات التي هي كانت من العادات الجاهلية ولكن بعد الإسلام يريدون أن يوفقوا بين الإسلام وبين تلك العادة فهؤلاء يبحثون عن طرق وهذه الطرق توصلهم إلى تلك العادة ويريدون أن لا يتعارضوا أيضا مع أحكام الإسلام وهذه الحالة إذا كانت بشكل جزئي لا مانع منه الإنسان يبحث عن طريق محلل لكي لا يقع في المحرمات ولكن إذا حاول هذه الحالة الاستثنائية يعممها في كل مكان لكي يصل إلى العادة الجاهلية فهذا الأمر مرفوض مثلا كلنا نعلم أن من العادات الجاهلية منع المرأة من الإرث العرب الجاهليون قبل الإسلام ما كانوا يورثون المرأة فلسا بل كانوا يرثون النساء يعني كما أنه أموال الميت تنتقل إلى ورثته أيضا نساؤه كنا ينتقلن إلى ورثته في بعض الصور وكذلك هناك مثلا في المجتمعات الغربية إلى قبل حوالي مائة عام كان الإرث خاص بالذكور دون الإناث زين هناك بعض المجتمعات التي دخلت في الإسلام في الوقت الذي يريدون أن لا يخالفوا حكم الشرع في إرث النساء في الوقت نفسه يريدون المحافظة على العادة الجاهلية وهناك في بعض المناطق هذه الحالة منتشرة أن الأب قبل وفاته يقسم أموال أجمع على أولاده الذكور طبعا الإنسان وهو حي يمكنه أن يتصرف في أمواله كما يشاء بالطرق المشروعة إذا لم يكن مريضا بمرض الوفاة المريض بمرض الوفاة له حكم آخر منجزات المريض بمرض الوفاة يعني بمرض يؤدي إلى وفاته منجزاته إلى حد الثلث نافذة لكن الذي لم يكن مريضا بمرض الوفاة يمكنه أن يتصرف في جميع أمواله ولكن هؤلاء الذين قبل موتهم يقسمون جميع أموالهم على أبنائهم الذكور هذه الحالة إذا كانت حالة استثنائية لا تتعارض مع الإسلام ولكن عندما صارت في تلك المناطق حالة عامة وشائعة الجميع يعمل بهذا الأمر لماذا؟ ليحافظ على عادته الجاهلية في منع وصول الإرث إلى البنات هذه الحالة تكون حالة مرفوضة ولو أنه بشكل جزئي إذا لاحظناها لا نجد تعارضا مع الشرع ولكن هذا طريقة والتفاف على الحكم الشرعي فبناء على ذلك ينبغي علينا أن نميز بين عادات الناس وبين المبادئ الإسلامية الأصيلة هنا نود أن نشير إلى نقطة وهي أن البعض وقع في جانب الإفراط والبعض الآخر وقع في جانب التفريط البعض من الذين يريدون أو يزعمون أنهم يريدون التغيير وتطوير المجتمع وخاصة في المجتمعات التي مبتلات بنوع من التخلف في بعض جوانب ومناحي الحياة هؤلاء يأتون ويبدأون بمعارضة جميع العادات بدون دراسة السليم من تلك العادات من سقيمها هذه الحالة مرفوضة كما أن البعض الآخر مبتلى بحالة من التفريط بمعنى أنه يتصور أن جميع تلك العادات هي متطابقة مع الشرع وهذه الحالة أيضا مرفوضة الأمر الصحيح أن الإنسان يتجرد عن العادة وينظر إلى المبادئ بنظرة موضوعية إذا نظر إلى تلك المبادئ بنظرة موضوعية مجردا عن الأجواء التي يعيشها يتمكن من الوصول إلى القيم السليمة ومن ثم يتمكن من الحكم الصحيح على العادات الموجودة حتى في فهم النص ينبغي على الإنسان أن يتجرد من الأجواء التي يعيش فيها نحن كما نعلم أن اللغة تتحرك واللغة تتطور الألفاظ لها معاني بمرور الزمان قد هذه المعاني تتغير أو يحدث لتلك الألفاظ شعاء بحيث أنه قد يكون لها لوازم جديدة لم تكن هذه اللوازم موجودة منذ قبل حتى في تلفظ الألفاظ هناك يحدث تغير وهذا الشيء أمر واضح في كل الشعوب باعتبار أن اللغة العربية لغة القرآن هذه اللغة يجب أن نحافظ عليها كما هي وخاصة الألفاظ الواردة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة لكن في الاستعمالات اليومية حدث نوع من التغيير في بعض هذه الألفاظ ونحن الآن فضلا عن العامية حتى استعمال بعض الكلمات في اللغة الفصحى بعض المفاهيم تغيرت فالذي نفهمه الآن من الكلمة قد يختلف ولو بشكل جزئي مع المعنى الذي كان يفهمه الناس حين نزول الآية الكريمة فبناء على ذلك بعض الأحيان الأجواء التي يعيشها الإنسان الأجواء اللغوية أو الأجواء الإعلامية قد تعطي للكلمة ظلالا هذا الظلال لم يكن موجودا في نفس تلك الكلمة التي استعملت في القرآن أو في السنة المطهرة أو كان لها في القرآن أو في السنة المطهرة ظلالا لكن هذا الظلال في الاستعمال الجديد نزع من تلك الكلمة فحينئذ الإنسان إذا يريد أن يفهم النصوص الدينية يجب أن يتجرد من الأجواء التي يعيش فيها لكي يصل إلى المعنى المقصود بالآية أو بالرواية وإذا الإنسان لم يتجرد من الأجواء التي يعيشها قد يفهم الناس فهما مغلوطا أحد أعداء الإسلام كان يستدل على أن الإسلام هو الدين الإرهاب بزعمه يستدل بهذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يقول الإسلام يأمر بالإرهاب يقول للمسلمين افعلوا كذا وكذا لترهبوا الأعداء في حين أن كلمة الإرهاب هي كلمة بمعنى التخويف أو بتعبير أدق بمعنى الرادع وفي عالم اليوم كان في زمان الاتحاد السوفيتي السابق كان يعبر بالردع النووي يعني الدولة الأولى لها سلاح نووي الدولة الثانية أيضا لها سلاح نووي وهما يعلمان بأنهما لن يستعمل السلاح النووي ولكن لماذا كان ينتجان السلاح النووي لردع الطرف المقابل حتى الطرف المقابل يعلم بأنك قوي لا يتجرع على أن يهجم عليك المفهوم ترهبون به عدو الله وعدوكم أن تكون لكم قوة وأن يكون لكم رباط بحيث أن لا يطمع فيكم الأعداء يعلموا لكي يعلموا أنكم أقوياء فيرتدعون من الهجوم عليكم لكن هذه الكلمة صار لها معنى ومصطلح سياسي وهذا المصطلح السياسي يعني استعمال القوة غير المشروعة للوصول إلى أهداف سياسية فاستعمال القوة بطريقة غير مشروعة للوصول إلى أهداف سياسية صار معنى كلمة الإرهاب فعندما هذا الشخص يأتي في الجو الذي يعيش فيه الجو الإعلامي ويسمع هذه الكلمة خاصة في هذه الأيام كل يوم عشرات بل مئات المرات ما من خطاب إلا وفيه هذه الكلمة مستعمل عاش في جو هذا الجو أعطى لهذه الكلمة ظلالا في حين أن هذا الظلال لم يكن موجودا في نفس تلك الكلمة باستعمالها في معناها اللغوي أو في وقت نزول الآية الكريمة طبعا هناك بحث آخر لعله في بعض الحلقات سنتطرق إليه وهو محاولة تشويح المفاهيم الإسلامية عبر اللعب بالألفاظ فجعل معاني قبيحة لألفاظ جميلة أو بالعكس لإيجاد نوع من التشويش في ذهن المسلمين هذا بحث آخر لكن المقصود أن الإنسان حينما يعيش في جو هذا الجو يؤثر في طريقة فهمه في طريقة فكره في طريقة تلقيه للنصوص الدينية فهذا الإنسان بحاجة إلى أن يتجرد من الأجواء التي يعيش فيها وينظر إلى تلك النصوص الدينية لكي يستخرج ويفهم المبادئ الإسلامية السليمة والصحيحة ومن ثم يتمكن من أن يحكم على تلك العادات التي هي معتادة عليها الشعوب المسلمة أو بعض الشعوب المسلمة يحكم عليها بأنها عادات سليمة أو ليست بسليمة عادات تتعارض مع الإسلام أو لا تتعارض مع الإسلام فبناء على ذلك النقطة المهمة الأولى أن يميز الإنسان بين عادات الشعوب المسلمة وبين المبادئ الدينية أما كيف يتمكن من هذا التمييز عبر دراسة النص القرآني أو الروائي دراسة مجردة عن تأثير الأجواء التي يعيش فيها للوصول إلى تلك الحقائق وعدم محاولة فرض العادات أو التقاليد على النصوص بلية عنق تلك النصوص هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي النفحات